هنسيب دلوقتي حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء بصحبة زملتنا لمياء حمدين يا لمياء شكرا لك مصطفى أثمينا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرونتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر وذلك في إطار حرص الرئيسين على استمرار جهود توسيع نطاق ومجالات التعاون المختلفة وتعمقها بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين كما تبدل الرئيسان جهة النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبول التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة في ضوء دور الدولتين وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك أعلن رئيس مجلس الوزراء انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع معالجة مشكلة مياه الصرف الزراعي بواحة سيوى الذي أوجد حلا جذريا لمشكلة مياه الصرف الزراعي التي كان يمكن أن تؤدي إلى موت الواحة بالكامل وفي زيارة للواحة وهي الأولى لرئيس حكومة منذ سنوات أشار مدبولي إلى أن المشكلة الرئاسية التي تعاني منها واحة سيوى امتدت لنحو ثلاثين عاما وكانت لها تأثيراتها على المياه والطربة والمحاصيل بسبب نمط عشوائي كان موجودا في منظومة الرئي موضحا أن الإرادة السياسية كانت المحرك الأساسي لتنفيذ المشروع تصدف اليوم العاصمة الليتوانية فيلينيوس القمة السنوية لحلف شمال الأطلنطية وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة تبحث القمة تقديم حزمة من المساعدات إلى أوكرانيا فضلا عن بحث مسألة انضمامية للتكتل الدفاعي بالإضافة إلى تعزيز الرادع والدفاع للحلفاء بخطط إقليمية جديدة قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية أنسي ستلتنبرغ أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وفق على عرض طلب السويد العضوية في التكتل على البرلمان التركي وعقب محادثات في فيلينيوس مع أردوغان ورئيس الوزراء السويدية أولف كريسترسون أكد ستلتنبرغ ضرورة إسراء البرلمان التركي للمصادقة على هذا القرار وأوضح بياننا صادر إسراء المحادثات الثلاثية بين تركيا أو أن تركيا والسويد ستعملان بشكل وثيق لتنصيق مكافحة الإرهاب وتعزيز الروابط التجارية الثنائية طلب الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي الحصول على إشارة واضحة بشأن ضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلنطية النيتو وقال زلنيسكي أن أوكرانيا تستحق أن تكون عضوا في التحالف ليس بسبب الحرب الحالية ولكن بسبب توقيتها ودلالتها وأشار زلنيسكي لأنه من المقرر أن توقف في فيلينيوس لقاءة ثنائية على مختلف المستويات حول دعم أوكرانيا بالأسلحة الهجومية والدفاعية أعلنت إسبانيا إنقاذ ستة وثمانين مهاجرا كانوا على مثل قارب قبلت جزر الكناري وأوضحت السلطات الإسبانية أنه تم نقل المهاجرين إلى سفينة تابعة لخفر السواحل وتقديم الرعاية لهم وأظهرت بيانات الحكومة الإسبانية أن 7213 شخصا وصلوا إلى جزر الكناري بين يناير وأواخر يونيو من هذا العام بانخفاض يصل إلى 18.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي رياضيا نأتو جندي الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرات الثالثة والأربعين في تاريخه بعد أن حقق سيراميكا كيلو باترا الفوز على ضيفه بيرامدز بهدفين لهدف ليتوقف رصيد فريق المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو عند النقطة السابعة والستين وسجل هدفي سيراميكا كيلو باترا لعيبه صلاح محسن بينما سجل هدف بيرامدز الوحيد لعيبه كريم حافظ في الدقيقة السابعة والثلاثين مشاهدين انتهى الموجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل